هذه ليست المسيرة الأولى التي تنظمها حركة حماس في صيدة منذ بدء الحرب على غزة لكنها المسيرة الأولى التي أتت على وقع تخوف اللبنانيين وقلقهم من دعوة حماس شبان المخيمات للانضمام إلى طلائع المقاتلين في غزة تطمينات حماس بأن عمل الطلائع غير عسكري لم يهدئ من روع اللبنانيين ولم يعكس حقيقة رغبة الشبان هنا أنا مع الانضمام لطلائع توفان الأقصى وانضميت إليه إن شاء الله وإحنا في الطريق لتحرير أرضنا من الصهيون لازم يفهموا أنه الالتحاء بهذا الشيء له مؤهلاته ومخوماته إن كان دينياً وإن كان تدريبياً كبة الإمكانيات يجب أن تسخر لمخاومة هذا المحتل للتحضير لعمليات الصمود للتحضير لعمليات التصدي الخطوات دائماً بتبلش بهذا الشكل وبأي لحظة أو بأي ظرف أو بأي مستجد ممكن ننتقل على العمل العسكري وبالتالي هذه خطوة خطرة جداً تضع لبنان في دائرة الاستهداف الإسرائيلي أكتر مما هو اليوم بدائرة الاستهداف الدعوة التي أعادت اللبنانيين إلى زمن تشريع العمل المسلح للفصائل الفلسطينية وما جره من حروب على لبنان بدءاً من العام 75 يربطه اللبنانيون اليوم بمباركة حزب الله لهذه الدعوة دعوة قد لا تقف طلائعها على عمل حدودي مسلح بل تمر أيضاً برغبة حماس للسيطرة على المخيمات فشرارة معارك مخيم عين الحلو للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان التي اشتعلت الصيف الماضي لم تنطفق تبعاتها بعد لدى أهالي صيدة والمخيم نحن لا نصدق أبداً أن حزب الله الذي يعمل فصيلاً بأمر من الولي الفقير في إيران يمكنه اليوم توظيف فصيل تحت إيده للعمل المسلح داخل منطقة الجنوب الليطاني وما يستسيره ذلك من ويلات علينا من دون ما يكون هو عنده علم بذلك ولا سبب لذلك إلا امتلاك أوراق جديدة للتحايل على القانون الدولي ولإرباك الحكومة اللبنانية يزيد انخراط حماس في معارك الجنوب من تخوف اللبنانيين من ثمن يدفعه لبنان بالحرب في حال سقط القرار 1701 بشكل كامل غنوية تيم العربية بيروت